بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فإننا في هذه الليلة ليلة التاسع والعشرين من شهر صفر من عام أربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذا المسجد المبارك لنتذاكر كتاباً من كتب أصول الفقه وهو كتاب المختصر في أصول الفقه للقاضي علاء الدين بن اللحام رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب أود أن أتكلم عن مسألة أو مسألتين هذه المسألة وهي لما تم اختيار هذا الكتاب دون غيره من الكتب من كتب أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد فأذكر لكم وهذا السؤال كثيراً ما يسأله كثير من الإخوة لما اختير هذا الكتاب فأقول إن هذا الكتاب اختير لسببين لأجل مؤلفه ولأجل مضمونه فأما مؤلفه فهو القاضي علاء الدين بن اللحام لا شك في سعة علمه والطلاعه ويهمنا من ذلك أمر وهو أن ابن اللحام رحمه الله تعالى هو من الذين يرجع إليهم في تصحيح المذهب ومعرفة المعتمد فيه بناء على الأصول والقواعد وقد ذكر ذلك صاحب الإنصاف هو القاضي علاء الدين المرداوي فإنه ذكر أنه إذا اختلف الترجيح في المذهب فإنه يصار إلى أعلام ومن هؤلاء الأعلام صاحب كتاب القواعد الأصولية يعني به مؤلف هذا المختصر وهو ابن اللحام وهو الكتاب الوحيد من كتب الأصول التي بني عليها الترجيح وعدها المرداوي من المعتمد من الترجيح عند المتأخرين ولذا فإن المصنف رحمه الله تعالى كان مطلعا اطلاعا كليا ومحققا تحقيقا جليا في أصول مذهب الإمام أحمد وهو مقدم على كثير من العلماء في هذا الباب الأمر الثاني فيما يتعلق به رحمه الله تعالى أن المصنف رحمه الله تعالى عن ابن اللحام ألف هذا الكتاب في أخريات حياته فإنه قد ذكر فيه أنه قد ألفه بعد كتابه العظيم كتاب القواعد الذي يسمى عند العلماء بالقواعد الأصولية وكتاب القواعد خرج فيه فروعا كثيرة على الأصول بعد تحقيقه الأصول ومعرفة المعتمد فيه على المذهب فإنه ألف هذا المختصر بعدما اشتد سوقه وبعدما كان مطلعا ومحققا في الأصول والفروع معا فلم يكن حال صغر في السن ولم يكن حال استعجال وإنما عند تدقيق وأما ما يتعلق بالكتاب فإن هذا الكتاب يتميز بميزات كثيرة سيرد المصنف بعضها في المقدمة لكني أذكر بعضها على سبيل الجملة من ذلك أن هذا الكتاب يتميز باعتبار استمداده وباعتبار من نقل عنه فأما استمداده فإنه استمد هذا الكتاب من كتاب يعد هو أهم مرجع في حكاية الأقوال في مذهب أحمد فإنه كان ينظر كثيرا في كتاب الأصول لبن مفلح فإن الشيخ محمد بن مفلح ألف كتابين أحدهما سماه بالأصول والثاني سماه بالفروع وجمع في هذين الكتابين كل ما وقف عليه من كلام أصحاب الإمام أحمد والمنتسبين لمذهبه في الأصول وفي الفروع معا ثم إن المصنف رحمه الله تعالى اختصر كتابه الأصول مع زيادات وتحقيقات في هذا الكتاب الذي معنا وهو مختصر ابن اللحم كما أن المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا أثر في من بعده تأثيرا كبيرا ولذا فإن جميع الكتب الأصولية التي ألفها يوسف ابن عبدالهادي ابن المبرد كلها أخذها من هذا المختصر حتى تكاد بعضها أن تكون مختصرا لهذا المختصر كغاية السوري وغيره والمرداوي في التحرير ومن اختصر هذا الكتاب بعده نقل من هذا الكتاب في مواضع نص على اسمه فيها مع أن الكتاب مختصر ولم ينص على اسمه في مواضع أخرى وهذا يدلنا على أن هذا الكتاب أثر تأثيرا جليا في من بعده وعندما أقول إن المؤلف رجع إلى أصولي بالمفلح ولخص منه كثيرا من المباحث فليس ذلك عيبا فما زال المتأخر ينقل من المتقدم ولكن المؤلف اختصر بتحقيق وتدقيق كما أنه رجع إلى غيره سواء من كتب المذهب أو من غيرها فإنه يرجع كثيرا إلى كتب إلى كتاب الطوفي الطوفي في مختصره يرجع إليه ويأذكر بعض تحقيقاته وينقلها في مختصره هذا من ميزات هذا المختصر أنه جعله على مذهب الإمام أحمد وهذه ميزة قد لا توجد في كثير من المختصرات ومن ميزة الأصول على مذهب الإمام أحمد أنهم في الأصل عندهم أن الأصول لا يستدل لها بعلم الكلام نص على ذلك ابن حمدان وغيره وإنما يستدل على الأصل بالاستقراء للمسائل أو بالأدلة الشرعية العامة ولذا فإن الحنابل من أقل الناس استدلالا بعلم الكلام على المسائل الأصولية الأمر الثاني أو الأمر الثالث في ميزات هذا الكتاب أن هذا الكتاب مختصر العبارة فهو صغير مسبياً وفي المقابل فإن فيه عدداً كبيراً جداً من المسائل الأصولية وطالب العلم من المهم أن يعرف العدد الجم من المسائل الأصولية التي يبنى عليها العدد الكبير من الفرود ولذا لا أكون مبالغاً مع أني لم أعد المسائل أقول إن هذا الكتاب على اختصاره تتجاوز مسائله الأصولية ربما مئتين ربما ثلاثمائة لم أعدها بعد لعلنا إذا انتهينا من شرح الكتاب نعرف مسائلها بالتمام ولذا فإن المسائل التي فيه يكاد كل سطر أن يكون مسألة مختلفة عن غيره ومع كثرة مسائله إلا أنه سهل العبارة فإذا قارنته بغيره ستجده سهل العبارة جداً فلو قارنته بمختصر ابن الحاجب الذي قد استفاد منه المصنف لوجدت بوناً كبيراً بينهما كما لو قارنته بمختصر التحرير لعرفت أن هذا المختصر أسهل عبارة من مختصر التحرير لابن النجر وسهولة العبارة قد تكون مقصودة لبعض العلماء وبعضهم يقصد تصعيب العبارة لكي لا يتسور على علم إلا من كان متأهلاً له أريد أن أذكر مسألة أخيرة أختيب بها حديثي قبل أن يقرأ كلام المصنف وهو أن المصنف رحمه الله تعالى مع اعتماده على أصول ابن مفلح إلا أنه اعتمد كتاباً آخر كان ذلك الكتاب الآخر هو الشائع في زمانه تدريساً واعتماداً عند كثير من العلماء وهو المختصر الأصولي لابن الحاجب ولذا فإن المصنف استفاد من مختصر ابن الحاجب الذي يسمى بمختصر المنتهى وذلك أن ابن الحاجب المتوفى سنة 646 من الهجرة ألف مختصرين مختصراً فقهياً وهو جامع الأمهات على مذهب الإمام مالك وألف مختصراً فقهياً وهو المنتهى السول ثم اختصره فالمنتهى يسمى بالمختصر الكبير واختصاره يسمى بالمختصر الصغير هذا المختصر ابن الحاجب طارت به الركبان واشتهر اشتهاراً كبيراً لأن ابن الحاجب بنى كتابه المختصر على كتاب الآمدي ولكنه مع تحريره ومعرفته بعلوم الآلة لأن له عناية بالعلم النحوي والتصريفي وغيره كانت عبارته أدق من عبارة الآمدي فمختصره هذا انتشر انتشاراً كبيراً حتى أنه بعد مضي مئة سنة من وفاته شرح أكثر من خمسة وعشرين شرحاً في خلال مئة سنة من المعاصرين له أو القريبين إليه وهذا يدل على عناية الناس بحتى أن بعض الناس يذكروا قصصاً كيف أن هذا المختصر وهو مختصر من الحاجب أنسى الناس المختصرات الأخرى وأصبح من بعده لا يعتني إلا به أو بمختصر البيضاوي الذي أخذه من كتاب الرازي أصلاً أو من المحصول أو من التحصيل وهو المسمى بالمنهاج فأصبح المتأخرون إنما يعتمدون على مختصر ابن الحاجب ومختصر البيضاوي الذي هو المنهاج حتى جمع الجوامع لابن السبكي ذكر أنه رجع إلى مئة كتاب أهمها مختصر ابن الحاجب فقد أثر في من بعده كثيراً أقول إن ابن الحاجب قد تأثر به المصنف وكان تأثره به من جهتين الجهة الأولى أنه قد أخذ ترتيبه وهذا سينص عليه المصنف والأمر الثاني أنه قد أخذ كثيراً من الحدود منه وأعني بالحدود أي التعريفات وما في قوم مقامها لأن ابن الحاجب كان متميزاً في ذلك تميزاً كبيراً ولا شك وقد ذكروا أن إسنى وهي بلدة في الصعيد التي ولد فيها ابن الحاجب أنجبت عالمين كبيرين بلغ الآفاق وهم ابن الحاجب والشيخ عبد الرحيم الإسنوي الفقيه الشافي هذان الاثنان بلغ الآفاق وهذه بلدة يعني تكلم عنها الأدفوني في الطالع السعيد كلاماً كثيراً ومن الطرائف التي قيلت فيها أن الأدفوني في طالع السعيد في تراجم علماء الصعيد قال إن إسنى عكس المدينة فإن المدينة تنفي خبثها بينما إسنى تنفي طيبها فإنه إذا نجب فيهم العالم خرج منها ولم يبق فيها ثم مثلوا لذلك بابن الحاجب وعبد الرحيم الإسنوي وغيرهم فكان إذا برز خرج منها في المقصود أن استفادة الشيخ من ابن الحاجب ليس عيباً بل إن ابن الحاجب قد استفاد من الآمدي كما أن البيضاوي استفاد من ملخصات الرازي المحصول للرازي وما زال بعض أهل العلم ينتفع من كلام غيره ولكن المصنف لم يكن دوره في ابن الحاجب الاختصار بل جعل على مذهب الإمام أحمد جعله على مذهب الإمام أحمد معتمداً في النقل على ابن المفلح مع الترجيح والتصحيح كما أنه تميز أيضاً بكثرة نقل اختيارات الشيخ تقييدين ابن تيمية والشيخ تقييدين ابن تيمية نقل عنه الطوفي أنه من أعلم الناس بأصول مذهب الإمام أحمد نقل ذلك في شرح مختصر روضة فهو من أعلى من ناس في زمانه بأصول مذهب الإمام أحمد فذكر آرائه واختياراته من الأمور المهمة كما أنه صفى كتابه من الكثير من الأمور الكلامية التي قد وجدت في مختصر بن الحاجب وعليها تتبع مما يخالف معتقد السلف وإن كان ربما زل في مسألة أو مسألتين تبعا لغيره سنشير لها إن شاء الله في محله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن أبو الحسن علي بن عباس البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه الحمد لله الجاع للتقوى أصل الدين وأساسه المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه المانع أولي الجهل من اتباعه والمانع العلماء اقتباسه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدبع في طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه واشهد أن محمد عبده ورسوله الذي طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوأ قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه هذه المقدمة التي بدأها المصنف فقط أريد أن أبين فيها مسائل المسألة الأولى أن المصنف تضمن في كلامه الإشارة لبعض المسائل الأصولية مثل قوله المبين معنى مجمل الكتاب فإن من أهم المسائل الأصولية التبين ولذلك فإن الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ذكر أن في كتاب الله عز وجل مجملا وأن هناك ما يبينه من الكتاب ومن السنة والسنة وحي فهذا من باب الاقتباس المسألة الثانية في قوله والمبدع أنواعه وأجناسه الضمير هنا يعود إلى القرآن وبعض العلماء ألف كتابا سماه أجناس القرآن ويعني به الأساليب البلاغية فيه فقوله والمبدع أي الذي جعله على غير مثيل والقرآن ليس له مثيل ولذا تحدى الله عز وجل فصحاء العربي وأقحاحهم أن يأتوا بمثله فعجزوا أن يأتوا بمثله فقوله والمبدع أنواعه وأجناسه أي أساليبه البلاغية وطرقه اللفظية والمبدع لا أعلم أن فيه حديثا أنه من أسماء الله عز وجل وإنما هو إخبار عن أفعاله جل وعلا وعن صفاته وقوله المانع أولي الجهل من اتباعه أي من اتباع القرآن فإن الضمير عائد إلى القرآن وهذا يدل على المسألة المعروفة في قضية أن الله عز وجل له إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية وهذه من الإرادة الكونية وقوله المانح العلماء اقتباسه واضح أنها فضل من الله عز وجل ومنه نعم أما بعد أما بعد فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه اجتهدت في اختصاره وتحريره نعم يقول الشيخ هذا مختصر في أصول الفقه بيّن أن هذا الكتاب هو مختصر وليس بمطول والقاعدة عند العلماء إذا أطلقوا لفظ المختصر فإنه يحتمل أحد معنيين المعنى الأول كل كتاب كان جرد مجردا من الأدلة فإنه يسمى مختصرا والمعنى الثاني أن يكون وجيز العبارات ليس كثيرا ولذا فإنهم يعدون كتاب الفروع مختصرا فقهيا مع طول حجمه لأنه لا أدلة فيه وهذا الكتاب جمع الأمرين فإن المصنف جرده عن الأدلة والاستدلال كما سيشير المصنف وهذه ميزة لأجل الحفظ والأمر الثاني أن كلمه موجز قليل وقول المصنف هنا على مذهب الإمام الرباني المراد بالرباني مأخوذ من التربية ولذا جاء عن ابن عباس أنه قال الربانيون الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره فالذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره من العلماء يسمى عالم الربانية وقد اقترنا اسم كل واحد من الأئمة الأربعة بوصف فكثيرا ما كان يوصف الإمام أحمد بأنه مبجل لموافقة السجع مع اسمه أحمد بن حنب أو أنه يوصف بالإمام الرباني وهذان الوصفان كثيرا ما توجد في كتب العلماء في وصف الإمام أحمد كما أن الشافع كثيرا ما كان يوصف بكونه المطلب إشارة لنسبه الشريف المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو المتصل بقريش ويتصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد ذلك ثم وأما مالك فقد قرن دائما بوصف إمام دار الهجرة وأما أبو حنيفة فقد وصف به الوصف المشهور وهو الإمام الأعظم حتى سميت مناطق ومحلات به وجامعات باسمه فتنسب إليه بالأعظمية نعم قال اجتهدت في اختصاره وتحريرها هذا يدل على أن المصنف بذل جهدا ليس عجلا وإنما اجتهد وبذل جهد له قدر استطاعته في اختصاره أي في اختصار هذا الكتاب المختصر وتحريره أي وتحرير عباراته ولذا فإن له جهدا واضحا وله انفرادات في صياغة الجمل ولذا نقلها عنه صاحب التحرير مع أن التحرير مختصر فكان ينقل عنه بنص لفظه في التحرير لأن له تحريرات هنا ليست موجودة عند غيره قال وتبين رموزه وتحبيره أي تبين رموز العلم ورموز العلم تحت من الاحتمالين إن الرموز الأشياء الظاهرة فأراد أن يبين الرموز والمصطلحات ولذا فإنه يبين مصطلحات هذا العلم أو أنه أراد بالرموز الرموز التي يشار لها في الكتب فإن كتاب أصول الفقه أو كتاب الأصول لبن مفلح فيه رموز للموافقة والمخالفة فكأنه أراد أن يوضح هذه الرموز فيجعلها مكتوبة وتحبيره بأن يكون محبراً مبدول الجهد قال محذوف التعليل والدلائل هذه ميزة لكي يتصور طالب العلم المسألة والراجح فيها على مذهب أحمد من غير خوض في أدلة الأصول لأن أدلة الأصول لها كتب مستقلة والمصنف وفى بشرطه هنا كثيراً إلا في مواضع فإنه ذكر فيها استدلالات فلعله لمعنى أورد فيها الاستدلال والتعليل قال مشيراً إلى الخلاف قوله مشيراً إلى الخلاف أي إلى الخلاف العالي والنازل فالنازل في مذهب الإمام أحمد فإنه يذكروه كثيراً فكلما وجد خلافاً نازلاً في مذهب الإمام أحمد فإنه يورده واعتماده في معرفة الخلاف في مذهب الإمام أحمد غالباً على كتاب أصول الفقه لإبن مفلح وأما الخلاف العالي بين علماء الأصول فإن غالب رجوعه إلى كتاب إبن الحاجب وهو المختصر الأصولي منتهى السول وهذا معنى قوله مشيراً إلى الخلاف قال والوثق أي من يوافق قولنا ومن يخارفهم من غيرنا قال في غالب المسائل وصدق فإن في كثير من المسائل لم يذكر خلافاً ولا وفاقاً قال مرتباً ترتيب أبناء زماننا هذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف من المهم في معرفة كتب الفقه والأصول أن المرأة لا يقرأ كتاباً ويحفظ ذلك الكتاب ويدرسه إلا أن يكون ذلك الكتاب على الترتيب المشهور هناك كتب في الأصول لنتكلم في الأصول هناك كتب في الأصول فيها من التحرير والتدقيق ما لا تكاد تجده في كثير من كتب الأصول لكن قل انتفاع الناس بذلك الكتاب لأجل ترتيبه كالموافقات للشاطبي على سبيل المثال وكتاب الأصول لابن القصار أبي الحسن العراقي فإنه لما كان كتابهما على غير الطريقة المعتادة في الترتيب فإن كثيراً من طلبة العلم لا يكاد يجد المسألة في محلها ولا يعرف كيف يصل إلى المسألة الأصولية في مضنتها ولذا فإن من المهم في الكتاب أن يكون مرتباً على ترتيب السائد فإذا أشكلت عليك المسألة بسهولة ترجع إلى الشروحات لأن الترتيب موجود عند المالكي والشافعي والحنفي والحنبري فتعرف هذه المسألة وخلافها بسهولة وأما إذا كان الترتيب مختلفاً فإن المشقة على الباحث أكبر بكثير هذا من جهة النظر في الكتب الأخرى كما أن النظر في كتب الشروحات تكون أسهل ولذا فإن المصنف قال رتبته ترتيب أبناء زماننا وأغلب أهل زمانه كانوا معتمدين على ترتيب ابن الحاجب الذي مشى عليه وابن الحاجب حاكى من قبله وهذا الترتيب يعني هو قوله ترتيب أبناء زماننا المقصود غالب الترتيب وليس أن لهم ترتيباً واحداً ولذا فإن بمفلح مشى على نفس الترتيب هذا وقال رتبته على غالب ترتيب زماننا فكان هذا هو الأشهر وقد ذكرت لكم أن ابن الحاجب شرح أكثر من عشرين شرح في نحو مئة سنة مما يدل على عناية الناس بهذا الكتاب والاهتمام به نعم قال مجيباً سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا يعني يدل على أن المصنف تردد في تصنيف هذا الكتاب وكان بعد إجابة السؤال وهذا يدلنا على أن المصنف كان هذا العلم في ذهنه مستقر ولكن مع كثرة الإلحاح أجاب إليه مما يدل على أنه كان بعض إخوانه من طلبة العلم وأهله يرون أنه لا يوجد مختصر يفي بهذا الغرض الذي فعله المصنف فإن أقرب مختصر إليه هو أصول ابن مفلح وأصول ابن مفلح ضخم وفيه مسائل كثيرة واستطرادات في الخلاف فأوجزها في هذا الكتاب الجليل والله سبحانه والله سبحانه المسؤول وأن يجعله خالصا لوجه الكريم نافعا صوابا وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجه البابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوقيع نعم هذا آخر الدعاء يعني كلمة جميلة وهو أنه سأل الله عز وجل الإخلاص وأن يكون موافقا وذلك قال أسأله أن يجعله خالصا لوجهه نافعا صوابا وهذه هي الموافقة ليبلوكم أيكم أحسن عمل قال الفضيل منعياض أحسن العمل أخلصه وأصوب قال المصنف فنقول وبالله التوفيق بدأ بعد ذلك تكلم المصنف عن المسال الأصولية وقبل أن نتكلم في كلام المصنف أريد أن أبين كيف سيكون طريقتنا في الشرح بالنسبة لدرس اليوم ودرس الغد فإن درس اليوم ودرس الغد أغلبها متعلق درس اليوم سيكون في المبادئ الكلامية والدرس القادم وهو الأسبوع القادم سيكون في بعض الحدود اللفظية ولذا فإن درس الأول والثاني سيكون متعلقا بالتعارف وتعريف المصطلحات يعني له طريقة في شرحه تختلف عن شرح القواعد الأصولية ما بعد ذلك سندخل في القواعد الأصولية وهو الدرس الثالث إن شاء الله وسيكون العناية بأمور الأمر الأول بيان سورة المسألة قدر المستطاع لكي تكون واضحة والأمر الثاني أننا نعنى بمعرفة نصوص الإمام أحمد قدر المستطاع إذا كان الإمام أحمد نص في المسألة الأصولية وسأشير في محله أين نجد مسائل الإمام أحمد الأصولية المنصوصة والأمر الثالث أنني سأذكر لكم كلام محقق مذهب الإمام أحمد ومنهم الشيخ تقي الدين ومنهم ابن قاضي الجبل في كتابه أصول الفقه وغيرهم من المحققين وما رجحوه وما صححوه ثم رابعا سنذكر دائما ما يبنى على هذه المسائل من فروع فقهية إن كانت لها فروع فقهية على مذهب الإمام أحمد وإن كانت هناك أدلة واضحة نصية أتينا بهذه الأدلة هذا هو الذي سيذكر وأما ما ععد ذلك فإن محله ليس هنا وإنما يكون في غير هذا المحل نعم تفضل الشيء فأصول الفقه بالاعتبار الأول نعم قبل 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 أصول الفقه مركب أو ساقط عندك أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر تعريف هذا الكتاب ودرسنا اليوم كله سيكون في هذا التعريف وما بني عليه المصنف عرف أصول الفقه فبدأ أولا بتعريف الأصول ثم تعريف الفقه وتعريف أصول الفقه تعريفا مركبا أو تعريفا لقبية ثم لما عرف الفقه حيث كان جزءا من أصول الفقه احتاج أن يعرف المتصف بالفقه وهو الفقه فعرف بعد ذلك الفقه ثم لما عرف الفقه وقال إن الفقه في اللغة هو الفهم احتاج أن يبين ما معنى الفهم فهو تعريف لجزء من التعريف ثم لما عرف الفهم وأن والفقه وأن الفقه هو معرفة الدليل أن معرفة الحكم بدليله احتاج ليعرف الدليل فعرف بعد ذلك الدليل الذي معرفته تكون مستلزمة لمعرفة الفقه ثم لما عرف الدليل ذكر في ضمنه أن الدليل هو الذي يتوصل إليه بصحيح النظر فعرف بعد ذلك النظر وما يتعلق بالنظر ثم لما كان النظر إما أن يكون منتجا لعلم أو لظن عرف العلم وبين نوعيه الضروري والكسبي ثم عرف بعد ذلك أو ذكر الظن وأقسام الظن مثل الشك والوهم وما يتبع ذلك من التقسيم ثم ختم ذلك بأن قال إن هذا العلم والظن إنما يدرك بالعقل فلا بد من معرفة حقيقة العقل هذه الأمور التسعة والعشر لا أعرف عددها الآن بالضبط هي التي تسمى بالمبادئ الكلامية كما قال الآمدي سمى هذه الآمدي المبادئ الكلامية هي التي سيريدها المصنف وسنتكلم عنها في درسنا اليوم فقط مناسبة ذكر هذه الأمور العشر أو تزيد أو تنقص بقليل هو تعريف أصول الفقه ما هو فإن معرفة هذه الأمور بها يتحقق معرفة معنى أصول الفقه على الكمال نعم يقول الشيخ أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه قوله مركب مضاف المضاف هو كلمة أصول والمضاف إليه هو الفقه ثم قال الشيخ وما كان كذلك أي مركبا من مضاف ومضاف إليه فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي يعني يقول إنه إذا أردت أن تعرفه من حيث هو لفظ مركبا فإنه يعرف تعريفا لقبية وذلك فإن عندنا لتعريف الأصول تعرفين تعريف اللقبي وتعريف تفصيلي فالتعريف اللقبي أن يعرف من حيث هو كأنه مركب كأن كلمة الأصول نحيتت هكذا علما على شيء فيسمى هذا التعريف اللقبي وأما التعريف التفصيلي فيتعرف الأصول وحدها ويعرف الفقه وحده ثم يمزج أو تمزج هاتان الكلمتان فيكون ذلك تعريفا تفصيليا هذه معنى الجملة التي أوردها المصنف نعم وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي نعم هذا باعتبار تعريفه بالمعنى الثاني وهو التعريف التفصيلي فيعرف الأصول وحده والفقه وحده ثم يمزج بين التعريفين نعم فأصول الفقه بالاعتبار الأول يعني أي تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا باعتباره لقبا من جهة أنه مركب فكأنه كلمة نحيتت على هذا العلم وعلى هذا المعنى نعم العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية نعم هذا التعريف الذي أورده المصنف هو تعريف ابن الحاجب تماما وقد مشى على هذا التعريف كثير من فقهاء الحنابلة ومنهم الطوفي والطوفي في مختصره للروضة متأثر بابن الحاجب تأثر كبير جدا بل قد نص بعض العلماء على أنه اختصره من الروضة ومن ابن الحاجب ولنعلم كما سيأتينا الشرع في درس القادم أنه ما من حد إلا وعليه اعتراضات لكني لن أودد الاحتراضات التي أوردوها العلماء لأنها كثيرة جدا وأما تعريف شرح هذا التعريف فسأكتفي بشرح أول كلمتين وهو العلم وبكلمة القواعد وما زاد عن ذلك فإننا سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الفقه بعد قلم إن شاء الله الكلمة الأولى وهي كلمة العلم وانتبهوا لهذه المسألة لأنه ينبني عليها مسألة أصورية الشرح أنا قلت لكم أنه أخذه من ابن الحاجب ولذلك فإن شرح ابن الحاجب لهم طريقتان في ما معنى كلمة العلم فبعض الشرح يقول إن المراد بالعلم هو الذي لا يحتمل الظن ولا التردد وهذا التعريف هو الذي عرف به المصنف العلم فيما سيأتي وهو غالبا في استخدام الأصوليين إذا أطلقوا العلم فإنه يطلق على ما لا يحتمل التردد ولا ظن فيه بل هو مجزوم به مقطوع والمعنى الثاني الذي أوردوه وذكره بعض الشرح لابن الحاجب أن المراد بالعلم هنا ليس العلم بتعريف الأصوليين وإنما العلم بمعنى الاعتقاد الراجح لا بمعنى اليقين لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه ينبني عليه مسألة أصولية مشهورة جداً وهي هل القواعد الأصولية قطعية أم أنها ظنية؟ فإن قلنا إن القواعد الأصولية قواعد قطعية كما قال الشاطبي في الموافقات وقال به كثير من الأصوليين يعني من كإمام الحرمين الجويني ونسب لأبي الحسن الأشعري فنقول إن المراد بالعلم هنا أي القطع فلا بد أن تقطع بأن هذه القواعد الأصولية بهذا المعنى والتحقيق وقد أطال الشاطبي في الاستدلال أن علم الأصول علم قطعي وليس علماً ظنية وإن قلنا وهو المعتمد الصحيح وقد ذكر الحلوان من أصحابنا أن عليه أكثر الفقهاء يقصد من أصحاب الإمام أحمد وانتصر له الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم أن القواعد الأصولية منها ما هو قطعي كحجية الكتاب والسنة ومنه ما هو ظني وهو كثير من القواعد لم نقول أكثر القواعد الأصولية فإننا نقول إن المرادة بالعلم هنا بمعنى الاعتقاد الجازم وليس بمعناه اليقين هذا الخلاف ينبني عليه مساء الأصولية أذكرها على سبيل السرد فقط فعلى سبيل السرد العلماء يقولون هل يجوز التقليد في علم الأصول أم لا بد من العلم بالمسألة الأصولية ومستندها فتكون قطعاً عن طريق النظر والاستدلال من قال إن علم الأصول علم قطعي فحينئذ يجب أن يتعلمه بدليله ليصل إلى القطعية لأن علم المقلد ليس علماً قطعياً وإنما هو علم ظني كذلك هل تثبت أو هل يثبت نعم هل تثبت القواعد الأصولية بالأدلة التي تفيد الظن أم لا مثل القياس فنحن نقول نعم تثبت بالقياس لكن الذين يقولون إن علم الأصول قطعي يقول لا تثبت بالقياس وإنما تثبت بالدليل العقلي ولذا أدخلوا علم الكلام والمنطق في علم الأصول لكي يقولوا إن الدليل على علم الأصول هو المنطق ودلات المنطق عندهم وأقول عندهم لأن الشيخ تقيدين في كتابه العظيم الرد على المناطقة أبطل هذه أو الاستدلال عندهم أن علم المنطق يؤدي إلى العلم اليقيني الذي يكون عن طريق الاكتساب إذن هذه مسألة مبنية على مسألتنا وهي مسألة القطعية من المسألة عندهم هل الإجماع يثبت بخبر الواحد أم لا باعتبار أنه كذلك بعضهم بناهوا على هذه القاعدة مسألة بنيت سيأتينا إن شاء الله في مباحث القرآن هل القرآن يثبت كونه قرآنا بخبر الواحد أم لا بعض العلماء مثل ما أشار له الغزالة في المستصفى بناها على هذه القاعدة والشيخ تقيدين يرى أن قراءة الأحاد قرآن فتصح الصلاة بها عندما ثبت له الإسناد سيأتينا إن شاء الله في محل وهكذا نعم وبالثاني نعم هذه المسألة الأولى وهي العلم المسألة الثانية القواعد المراد بالقواعد هي طبع جمع قاعدة وهو الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تأخذ أحكام تلك الجزئيات من هذا الأمر الكلي عندما نقول إن القاعدة كلية فنقول إن القواعد الأصولية كلية الصياغة كلية المفهوم والتطبيق بخلاف القواعد الفقهية فإنها كلية الصياغة أغلبية التطبيق والمفهوم وهذا من دلالة على أن القواعد الأصولية قوية جدا فأنت إذا أخذت قاعدة فاطردها واعملها على سبيل الطرد لأن الأصل في القواعد الأصولية أنها مضطردة كلية بخلاف القواعد الفقهية فإنها أغلبية إذن فالقواعد عرفناها أنها الأمور الكلية قول المصنف إنه العلم بالقواعد أل هنا لاستغراق فلا يكون المرء عالما بالأصول إلا أن يعلم القواعد كلها أو أغلبها الاكتفاء بقاعدتين أو ثلاث ليس علما بالأصول ولذا فإن المختصرات الموجزة جدا التي لا يوجد فيها إلا عدد قليل المسال الأصولية ككتاب الورقات وغيره هذا لا يكون فيه من الأصول شيء من قرأه لا يعرف من الأصول إلا مبادئ مصطلحات فقط والأصول كلما عرفت قواعد أكثر كلما كنت أعلم به وهذا الذي جعل المصنف يكثر من القواعد في كتابه نعم وبالثاني نعم وبالثاني مراده بالثاني أي باعتبار تعريفه باعتبار كل واحد من مفرداته نعم الأصول الآتي ذكرها نعم قوله الأصول بدأ يتكلم عن أول مفردتين وهي كلمة الأصول قوله الآتي ذكرها أي التي سيأتي تعدادها فتعريف أول كلمتي أصول الفقه وهي كلمة الأصول سيأتي تعدادها بعد قليل في الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من الأدلة وقلت غيرها من الأدلة لأن ما عداها من الأدلة فيها نزاع هل هي أصل يبنى عليه غيره أم لا حتى القياس فالقياس عند أبي حنيفة تارة يكون أصلاً وتارة يكون فرعاً ذكر بعض الأصولين عند الحنفية فلكن يقول الكتاب والسنة والإجماع وغيرها بناء على النزاع في كونه أصلاً أو ليس بأصل نعم وهي جمع أصل نعم وهي أي الأصول في اللغة جمع أصل نعم وأصل الشيء ما منه الشيء نعم قال وأصل الشيء ذكر مصد فيه أربعة أقوال أولها قال ما منه الشيء وهذا الكلام هو الذي يعني ذكره صاحب الحاصل وهو الأرموي وقوله ما منه الشيء ما اسم وصول بمعنى الذي أي الذي منه من هنا تبعضية فمعنى ذلك أي الذي من بعضه الشيء أي الذي بعضه الشيء وبعضهم يقول إن من هنا ليست تبعضية وإنما هي الابتداء الغاية أي ما يبتدئ منه الشيء نعم أو ما استند الشيء في وجوده إليه قال أو ما استند الشيء في وجوده إليه بمعنى أن يكون الشيء مستندا إلى شيء في ابتداء وجوده وهذا مأخوذ من كلام الآمد نعم أو ما ينبني عليه غيره نعم قوله ما ينبني عليه غيره هذا الذي مشي عليه أغلب الحنابلة مثل القاضي أبو يعلى وتلميذة أبو الخطاب والموفق وبن عقيل وغيرهم وهو كما قال بعضهم هو قول الأكثر نعم أو محتيج إليه قال أو محتيج إليه وهذا الذي مشي عليه الرازي في المحصول قال أقوال أي هذه أربعة أقوال ويوجد غيرها غير التي ذكرها المصنف نعم والفقه لغة نعم هذا الجزء الثاني من المركب فأنهى الأصول وبدأ الآن يتكلم عن الجزء الثاني وهو الفقه لغة قال الفهم عندنا هنا في مسألة قول المصنف الفقه لغة الفهم مراد المصنف بقوله الفهم أي سواء كان مع الفهم علم ومعرفة أو لم يكن معه علم ومعرفة وهذا الذي مشى عليه أغلب فقهاء الحنابلة مثل ابن عقيل وابن قاض الجبل وبن مفلح وغيرهم وجزم به الطوف والموفق فيقولون سواء كان مع الفهم علم بالشيء ومعرفة له بكنهه أو لا فإنه سمى فقهاء وذهب بعض الفقهاء الحنابلة وهو القاضي أبو يعلى في العدة إلى أن الفقه لا يسمى فقها إلا إذا اجتمع فيه أمرا وهو العلم والفهم معا واستدل على ذلك بحديث رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فجعل الأول الذي هو عالم بالشيء فقيها فسمى أفقه منه مع أنه كان أنقص نعم والفهم وإدراك المعنى الكلام بسرعة نعم قال والفهم لأن الفقه لغة هو الفهم قال الفهم هو إدراك معنى الكلام بسرعة ثم قال قاله ابن عقيل في الواضح ابن عقيل ذكر أن من سمع كلاما ففهمه مباشرة فإنه حينئذ يسمى فاهما ولذلك فإن الفهم إنما يكون حادثا بعد السمع ولذا قال ابن عقيل إن الله عز وجل لا ينسب إليه هذا الفعل وهو الفهم لأن الفهم يكون حادثا بعد السمع فلا يصف الله عز وجل به نعم والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة نعم قول المصنف والأظهر أخذها من الطوفي فإن الطوفي ذكر أنه هو الذي قال فقال قلت أنا إن هذا القيد وهو السرعة لا حاجة إليه والسبب في ذلك قال لأن من سمع كلاما ولم يفهمه إلا بعد شهر أو أكثر فإنه يسمى في اللغة قد فهمه ولا يلزم أن يكون فيه هذا القيد وهذا الذي مشى عليه الطوفي ومشى عليه المصنف وهذه بباحث لغوية نعم وحد الفقه شرعا نعم بدأ يتكلى المصنف عن حد الفقه في الشرع أي في الاستعمال الشرعي وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها مسمى الفقه رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه فهذا المصطلح مسمى في الشرع ومعتبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يتصف بهذا الوصف سيذكره المصنف بعد قليل وهذا التعريف الذي أورده المصنف مشى عليه أغلب طبعا هو المصنف تبع فيه ابن الحاجب تماما وتبع فيه أيضا الطوفي كذلك لأن الطوفي أخذه من ابن الحاجب ومشى عليه أكثر المتأخري مشى عليه في المبدع ذكره في كشاف القناع بل قد ذكر بعض الحنابلة أن عليه أكثر أصحابنا الذي هو التعريف الذي سيرده المصنف هذا التعريف لا يسلم من اعتراضات كثيرة جدا ومن أحسن من تكلم عن الاعتراضات على هذا التعريف هو الشيخ تقي الدين في كتابه العظيم الجليل كتاب الاستقامة فقد ذكر اعتراضات كثيرة على هذا التعريف ثم رجح الشيخ تعريفا لطيفا وهو أن معنى الفقه هو معرفة وليس علم أحكام أفعال العباد وليس مطلق الأفعال الشرعية الحكام الشرعية لكي نخرج ما ليس متعلقا بهذا المبحث قال هو معرفة أحكام العباد سواء كان عن طريق العلم أو عن طريق الظن ولم يشترط أن يكون بدليلها فالمقلد يسمى فقيها في استخدام الفقهة يسمى فقيها بمجرد معرفته الفروع الفقهية وكلام الشيخ تقي الدين هو الأقرب لاستخدام الفقهة لكن نمشي على التعريف الذي مشى عليه الأصولين نعم التعريف هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال نعم نأخذ هذا التعريف جملة كلمة كلمة قول مصنف العلم مر معنا أن العلم هو الذي يكون لا ظن فيه كما سيأتي في تعريف المصنف وهذا التعريف مشى عليه كثير من العلماء ونازعهم فيه الأكثر فقالوا إنه ليس صحيحا أن الفقه لا بد أن يكون يقينيا هل ينبني على تعريف الفقه بالعلم أو بالظن فروع فقية أم لا نقول نعم فقد ذكر المصنف وهو ابن اللحام في كتابه الجليل القواعد الأصولية أنه يتخرج على مسألة البناء على الظن القاعدة المشهورة وهو أن اليقين لا يزول بالشك فقال إن بعض علمائنا يتوسعون في هذه القاعدة فلا يعملون الظن في كثير من الأحكام قال وإن كان كلامهم ليس مضطردا فأحيانا يعملون اليقين وأحيانا يعملون الظن قال وأما الشيخ تقي الدين فقد كانت قاعدته مضطردة في هذا الباب فإنه يعمل الظن في كثير من الفروع الفقهية مر معنا في درس الفقه عشرات المسائل التي فيها الحنابلة لم يعتبروا الظن وإنما أعمل اليقين مثل عندما نتكلم مسألة في الصلاة فإن من شك في صلاته وكان عنده غلبة ظن وكان منفردا فإنه لا يبني على غلبة ظنه بل يبني على ما استيقا والمشهور عند بذهاب الإمام أحمد أنه لا يبني على اليقين إلا إذا كان إماما فقط وحملوا حديث فليبني على غالب ظنه لا ما استيقا هو الأول وحملوا حديث ثاني وليبني على ظنه أو على غالب ظنه ثم يسلم ثم يسجد بعد ذلك على الإمام دون من عده فقالوا هنا لوجود القارين القوية وهي الظاهر حينما يكون خلفه مأمومون فإنهم ينبهونه عادة وهذه مسألة من أهم المسائل الحقيقة وجعلها ابن اللحام متفرعة على تعريف الفقه وهي مسألة البناء على اليقين متى يكون البناء على اليقين ومتى يكون البناء على الظن الجملة الثانية أو الكلمة الثانية قوله العلم بالأحكام الشرعية قول المصنف الأحكام الشرعية تشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي معا وسيأتي تعريفهم من كلام صنف فالتكليفي مثل الحل والحرمة والوضعي مثل الصحة والفساد هذه الجملة يخرج منها العلم بالدوات كالعلم بأن هذا الشيء مكيل أو أن هذا الشيء موزون فإن العلم بها ليس علما فقهيا وإنما هو علم آخر إذ ليس هو علم شرعي فالعلم بالذوات كالعلم بزيد وبالحيوان وبغيره والعلم بكون هذا الشيء بالصفة الفلانية كالعلم بسواده وحمرته هذا ليس من الفقه وإنما هو خارج عنه نص على ذلك المصنف في كتابه القواعد وقول المصنف الشرعية طبعا يخرج من ذلك الأحكام غير الشرعية كعلم الحساب الذي يذكر في كتب الفقه في باب الفرائض ومثل علم الجبر فإن في الفقه كثيرا ما تأتينا مسائل في علم الجبر وهو المجهول والمجهولين سين وصاد وعلم الجبر يتناولها الفقه ومنهم من قدامة في المغني وهو من أكثر الحنابل إرادة لعلم الجبر في المغني في المسائل التي تسمى عند الفقه بمسائل الدور فهناك مسائل في الفرائض وفي الوصايا وفي العطية وفي الهبات لا يمكن حلها إلا بالجبر وهو التي تسمى بمسائل الدور هذه مسائل الدور تعلم الجبر فيها ليس فقها ولذلك جاء بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين قال لا يمكن أن تكون مسألة فقهية ينبني حلها على معرفة علم الجبر فقال إن مساء للدور لا يمكن أن توجد في الفقه فإن حلها بالجبر ليس من التعبد فإن الدين سهل والأحكام الشرعية سهلة لا تحتاج إلى معرفة علم منطق ولا لعلم جبر ولا غيره ولكن الموفق رحمه الله تعالى أورد في المغني مسائل كثيرة تسمى مسائل الدور وأشار لها وحلها لا يكون إلا بمعرفتك المجاهل بعضها بمجهولها الأكثر وقد تكون بمجهولين ولم يمر عليه مسألة فيها ثلاث مجاهل الهسين وصاد x y لمن درس علم الجبر قبل ذلك طيب قوله نعم الفرعية طبعا أيضا عند الحساب يتكرمناها قلوا الفرعية يخرج لنا ذلك المساء الأصولية فإن المساء الأصولية والقواعد الأصولية في علم الأصول قال عن أدلتها التفصيلية الأدلة نوعان إما أن تكون إجمالية كمعرفتنا أن القرآن حجة والسنة حجة أو تفصيلية بحيث أننا نعرف كل مسألة ما هو دليلها فالدليل المتعلق بكل حكم هذا دليل تفصيلي المسألة الأخيرة قوله بالاستدلال مر معنا أن الشيخ تقيديين لم يجعل الاستدلال شرطا في الفقر لأن الاستدلال إذا جعلناه قيدا في الفقه يجعل ذلك المستفتي والمقلد ليس عالمين بمسائل الفقه وذلك يقولون إن كلمة الاستدلال لإخراج المستفتي والمقلد وأنت إذا نظرت في طبقات الفقه ومن طبقات الفقه أو من الذين تكلموا عن طبقات الفقه ابن حمدان في الصفة المفتي وابن القيم وصاحب الإنصاف كلهم ذكروا طبقات الفقه عند أصحابنا ومن أقل الطبقات من يكون عالما بفروع الفقه وإن لم يكن عالما بالأصول وهي الأدلة فاستخدام الفقه يسمون من كان عالما بالفروع فقيها وإن كان يجوز له الفتوى وإن كان يجوز له الاجتهاد ولا التخريج والبناء لكنه يسمونه فقيها ولذلك قال الإمام الشافع كلمة جميلة قال إن الفقه كالتفاح الشام سهل التناول كل يستطيع تناوله فقد نال نصيبا من الفقه لكنه لا يجوز له أن يصل لأمور أو يفعل بعض التصرفات التي لا تحل له مثل الفتوى أو الاجتهاد أو التخريج والبناء نعم طبعا هذا التعريف بل كل تعريف كما سيأتينا يرد عليها أشياء كثيرة وقد ذكر المرداوي لما أورد هذا قال ويرد على هذا التعريف أشياء كثيرة جدا من الاعتراضات لكن لن نتناولها نعم والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال نعم بدأ يتكلم المصنف عن الفقيه من هو الذي يكون فقيها قال المصنف من عرف قول المصنف هنا من عرف فيها مسألة مهمة موجودة في أول كتاب الروض للشيخ منصور البهوتي وهو أن معرفة الفقه نوعا معرفة بالقوة ومعرفة بالفعل إذن فقول المصنف إن الفقيه من عرف يشمل المعرفة بالقوة ويشمل المعرفة بالفعل وما الفرق بين القوة والفعل قالوا القوة أن يكون المرء عارفا بالفقه بنفسه بحيث صار الفقه له سجية وأصبح له صنعة وأما بالفعل فهو يحتاج إلى النظر إما في كلام أهل العلم أو أدلتهم أو مراجعة الكتب أو مراجعة الأشياء وغيرهم والقوة نوعان قوة قريبة يستطيع الوصول للحكم بسرعة وسهولة وقوة بعيدة يحتاج إلى شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل للوصول لها إذن من كان يستطيع الوصول للحكم والمعرفة إما بالقوة أو بالفعل فإنه يسمى فقها وهذه موجودة في أول الروض إن مدى الله عز وجل وشرحنا الروض فإن ستمر معنا هذه المسألة طيب قال جملة غالبة قال وقيل كثيرة منها قوله جملة أي عدد كبير منها قوله غالبة أي غالب الفقه لأن الغالب هو الأكثر فيكون أكثر المسائل يكون عالما بها قال وقيل كثيرة لا يلزم أن يكون عالما بكل الفقه ولا بنصفه لأن العلم كثير وقد جاء أن رجلا تكلم الشافعي بمسألة فقال ذلك الرجل لا أعرف هذه المسألة فقال هل تعرف نصف العلم قال لا قال هل تعرف ثلثة قال لا إلى أن قال هل تعرف عشرة قال أظن ذلك قال فظن أن هذه المسألة في تسعة الأعشار التي لم تعرفها فالشخص لا يمكن أن يحيط على أقصى تقدير أنا لا أعرف النسب فالعلم لا يمكن قياسه لكن أنا أقول كما بالأثر الذي نقل بعشر العلم وذلك قال المصنف إن بعضا من أهل العلم قال إنه لا بد أن يكون أن يكون محيطا بالكثير من المسائل للغالب طيب من الذي قال وقيلة الذي قاله كثير من فقهاء الحنابلة فقد ذكر بن مفلح أنه قد ذكر بعض أصحابنا بدل كلمة غالبة كثيرة ذكره بعض الأصحاب ويعني ببعض الأصحاب المجد والنجم وإذا قلنا المجد فالمقصود به المجد بن تيمية وإذا قلنا النجم فهو النجم بن حمدان فالمجد والنجم هم الذين قالوا هذه الكلمة وأيدهم عليها كثير من المحققين طبعا فيه توجيهات للغالب لكن أكتفي بما سبق قال عن أدلتها التفصيلية تقدم ما المراد بالأدلة التفصيلية للتقابل الإجمالية بالاستدلال كما تقدم لأن من شرط الفقيه أن يكون عالما بالأدلة بالاستدلال والعلم بالأدلة هو العلم بالأدلة نفسها والعلم بكيفية استنباط الحكم منها وهو علم أصول الفقه وذلك لا يسمى الفقيه عندهم فقيها وخاصة عند الأصوليين إلا إذا كان عالما بأصول الفقه لا بد من معرفة أصول الفقه أو جملة غالبة منه وأصول الفقه فرض كفاية نعم أصول الفقه ما حكم تعلمه فيه قولان أورد المصنف الأول وهو أنه فرض كفاية والقول الثاني أنه فرض عين نبدأ بالأول قال فرض كفاية هذا هو المعتمد المذهب قدمه في المسودة وجزم به ابن حمدان وغيرهم فقالوا إنه فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين هذا القول الأول القول الثاني نعم وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره نعم قال وقيل أي وقيل إن تعلم أصول الفقه فرض عين قال حكاه ابن عقيل حكاه أي حكاه قولا في المذهب وظاهر كلامه كأنه يميل إليه ابن عقيل قال وغيره أي وغيره من الأصولين نعم والمراد الإجتهاد قاله أبو العباس وغيره قال والمراد هذا التوجيه بقوله والمراد توجيه للقول الثاني أي ومراد من قال بفرضية عينه أنه واجب على الأعيان للاجتهاد أي عند الحاجة إلى الاجتهاد لا مطلقا وهذا لا شك فيه فإنه لا يقول شخص أنه واجب على كل المسلمين أن يتعلموا أصول الفقه وإنما هو واجب عند الحاجة إلى الاجتهاد فحيث وجب الاجتهاد فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا يمكن الاجتهاد إلا بمعرفة أصول الفقه فحينئذ وجب تعلم أصول الفقه الاجتهاد ما المراد به الاجتهاد تارة يكون لمعرفة الحكم الفقه وتارة يكون لمعرفة الحكم القضائي فالقاضي متتهد فيكون حينئذ محتاجا لمعرفة أصول الفقه وقد يكون الاجتهاد أيضا كما ذكر بعضهم أو قد يكون علم أصول فقه واجبا عند المناظرة لإظهار الحق لا المناظرة من باب المرأ فإن المناظرة لأجل المرأ على المذهب محرمة وسيأتينا إن شاء الله في آخر كتاب الأصول المرأ وأما المناظرة لإظهار الحق فيجب تعلم الأصول لإظهارها هذا كلامهم قاله أبو العباس يعني به الشيخ تقي الدين هنا مسألة أنا لم أقف على كلام الشيخ تقي الدين في المسألة لكن الموجود في المسودة قد يكون هو وقد يكون غيره التصريح بأن المرادة للاجتهاد ولكن الكلام ليس للشيخ تقي الدين وإنما لجده وهو المجد فلا أدري هل هناك كلام ثاني والمؤلف وبنمفلح من أعلى من ناس بكلام الشيخ تقي الدين فالمؤلف هو صاحب الاختيارات الفقية لابن تيمين وبنمفلح من أعلى من ناس بكلام تيمين فهم قد وقفوا على ما لم نقف عليه قال وغيره أي وغيره ممن يرى هذا ومن فقه الحناب الذي يرون هذا الشيء أن فرض العين عند الاجتهاد فقط المجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم وابن القيم كذلك نعم وأوجب ابن عقيل وابن البناء وغيرهما تقدم معرفتهما نعم يقول وأوجب أي أن هؤلاء أوجبوا أن يتقدم معرفة الأصول على معرفة الفرود وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفرود نعم إذن عندنا قولان أحدهما لابن عقيل وابن البناء وكلاهما من علماء القرن الخامس الهجري ابن البناء صاحب كتاب المقنع المطبوع وكتاب الخصال وهم مطبوعان كلاهما يقولان يقدم معرفة الأصول على معرفة الفرود وأما القاضي وغيره كأب الخطاب فإنهم يقولون إن الفروعة تقدم على معرفة الأصول طيب قبل أن نبدأ بذكر القولين انظر معي في كلمة المصنف وأوجب قول المصنف هنا وأوجب عبر المصنف أن الخلاف الموجود إنما هو في الوجوب وهو قد تبع في ذلك بعضا من فقهاء المذهب كبن مفلح فيرون أن الخلاف في الوجوب وأيضا بالحمدان فإنه يرى مثلهم أن الخلاف في الوجوب وبعض فقهاء المذهب مثل المرداوي وصاحب المسودة وبنقاض الجبل يرون أن الخلاف هنا ليس في الوجوب وإنما في الأولوية نص على ذلك المرداوي في الإنصاف وهو من كتب الفقه إذن هذا الخلاف فيه قولان قبل أن أذكر القولين هناك طريقتان في حكاية هذا الخلاف فالطريقة الأولى أن الخلاف هل يجب تقدم الأصول على الفقه وهو الذي مشى عليها المصنف وبالمفلح وغيرهم والطريقة الثانية وهي الأولى واعتمدها بين قاض الجبل والمرداوي أن الخلاف إنما هو ليس في الوجوب وإنما في الأولوية يصح أن تقدم معرفة الفروع أو تقديم الأصول لكن ما الأولى منهما في التقديم في التعلم والثاني هي الأولى لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن المصنف عبر بالوجوب والأقرب أن نعبر بالأولوية ولا نعبر بالوجوب طيب قال وأوجب ابن عقيد وغيره تقدم معرفتها أي تقدم معرفة الأصول طبعا بعضهم اعترض على كلمة تقدم قال يجب أن نقول تقديم لأن فيها فعل فالشخص هو الذي يختار فالأولى أن تعبر بالتقديم ابن عقيل وابن البنى اختار أنه يتعلم المرء أصول الفقه قبل معرفته الفروع الفقهية قالوا لأنه إذا عرف الأصول هي التي يبنى عليها غيرها فإنه حينئذ يكون قد بنى الأصول بناء صحيح بناء صحيح هذا رأيهما وأما الذي عليه القاضي وغيره فإنهم يرون تقديم الفروع لأن الفروع هي الثمرة ولأن الأصول كما ذكر ذلك بن حمدان لا يمكن أن تكون عنده الذائقة في معرفة الأصول إلا إذا كان عارفا بالفروع وإذاك يقول ابن حمدان وقدم القاضي معرفة الفروع على الأصول لتكون له الدربة والملكة وهذا المهم وهذا هو الأقرب عندي أن الإنسان يبدأ بمعرفة الفروع قبل معرفته الأصول وأعني بالأصول القواعد الأصولية التفصيلية الكثيرة وأما معرفة الأصول العامة أن القرآن حجة وأن السنة حجة وأن الإجماع حجة فهذا يجب معرفته قبل معرفة الفروع فذلك نقسم القواعد الأصولية إلى قسمين قسم يكون يلزم معرفته قبل الفروع كأصول الاستدلال وأما القواعد الجزئية فإنها تكون بعد ذلك لكي تكون المرء دربة وملكة نعم الدليل لغة المرشد نعم بدأ يتكلم مصنف عن الدليل وعرفنا لماذا أورد المصنف الدليل لأن معرفة الأصول لأن معرفة الفقه يكون عن أدلته التفصيلية وهذه الأدلة التفصيلية يابد أن تعرف ما معنى الدليل نعم قال لغة المرشد نعم والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد انظروا معي هذه الجملة لا بد من الانتباه إليها هذه مأخوذة بالنص من ابن الحاجب ولكن لا بد من الانتباه إليها المصنف يقول الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد قوله وما به الإرشاد العطف فيها انظر للكلمة أمامك قوله وما به الإرشاد العطف فيها معطوف على المرشد وعلى ذلك فنقول إن الدليل هو المرشد وما به الإرشاد طيب والجملة التي بينها وهي والمرشد الناصب والذاكر هذه جملة اعتراضية لماذا قلت هذا الكلام هذا مهم جدا لكي تفهم جملة المصنف لأني وجدت بعض المعاصرين يشرح الدليل على أنه هو المرشد وإذا شرح المرشد قال إن المرشد هو الناصب والذاكر وما به الإرشاد فظن أن العطف في وما به الإرشاد على الناصب والذاكر بعض الذين شرحوا مخصر بالحاج وهذا خطأ من الشروح الأولى المتقدمة وهم ينبهون على هذا الأمر فإن المصنف الذي هو ابن الحاج وتبعه المؤلف أورد جملة اعتراضية في الوسط فذكر تعريفا في وسط تعريف وكيف تستطيع بعلامات الترقيم الحديثة أن تجعل جملة اعتراضية كيف شرطتين فاجعل شرطتين لكي تستطيع أن تميز هذه الجملة الاعتراضية طيب نبدأ في الدليل قال الشيخ الدليل هو المرشد وما به الإرشاد قال أول شيء المرشد من هو قال المرشد هو الناصب والذاكر معنى قوله إنه الناصب والذاكر معنى ذلك أي أن المرشد الذي يسمى دليلا هو الذي نصب هذه العلامة فكل من نصب علامة أو دليلا فيسمى دليل هو نفسه يسمى دليل وذلك الخريت الذي يدل الناس سمي دليلا لأنه يدل الناس قال والذاكر أي والذي ذكر العلامة ودل الناس عليها فكل هذا يسمى دليلا فالناصب وهو الفاعل أو الدال عليه وهو المذكر به يسمى دليلا وهو المرشد وهو اسم فاعل لأنه كسر ما قبل الأخير لأنه مصدر ميمي الأمر الثاني الذي هو الدليل وما به الإرشاد قوله وما اسم موصول أي والذي به الإرشاد الذي به الإرشاد ما هو هي العلامة فالعلامة تسمى دليلا فالناصب للعلامة دليل والمذكر بالعلامة دليل والعلامة تعتبر دليلا إذن فالعلامة التي نصبت للإرشاد ونصبت للتعريف تسمى دليلا هذا في اللغة وهذا من باب نسبة الفعل للآلة وهي ما به الإرشاد أو نسبتها للشخص الذي فعلها وهو المرشد ويجوز في اللغة نسبة الفعل للآلة ويجوز نسبتها للفاعل المباشر نعم أي تعريف الدليل استلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مضلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم نعم هذه الجملة قال المصنف أولا استلاحا أي تعريف الدليل في الاصطلاح أورد فيه تعريفا قبل أن نتكلم عن هذا التعريف قال عند أصحابنا وغيرهم عند أصحابنا أي عند فقهة الحنابلة وهذا التعريف هو تعريف الفقهة والأصوريين لأنه سيعرف بعد قليل الدليل عند المناطق وعند غيرهم وذلك قال عند أصحابنا وغيرهم فهذا التعريف هو تعريف الفقهاء والأصوليين نأخذه بسرعة قال أولا ما يمكن التوصل هنا المصنف عبر تبعا للآمدي وابن الحاجب بأنه ما يمكن التوصل به وبعض الفقهاء عبر بأنه ما يتوصل به من غير كلمة ما يمكن ومن من عبر بذلك ابن الحافظ من الحنابلة في كتابه التذكرة وهو كتاب مطبوع في أصول الفقه اسمه التذكرة فإنه عبر بما يتوصل من غير كلمة يمكن وقد ذكر ابن النجار وقبله المرداوي إلى أن من عبر بما لا بما لا بما يمكن التوصل إذيه لفائدة وهو أنه يشار به إلى أن التوصل للمعنى وهو المطلوب الخبر إنما يكون بالقوة ولا يكون بالفعل هذا هي الفائدة من قولهم ما يمكن وذلك فإن إضافتها لها معنى كما ذكر ذلك المرداوي في التحبير وغيره قوله بصحيح النظر ليخرج النظر الفاسد فإن النظر الفاسد لا شك أنه لا يكون دليلا وغيره معتبر قال فيه الضمير فيه يعود إلى الدليل والناظر في الدليل إنما هو الفقيه وقوله إلى مطلوب خبري يقابل المطلوب الخبري ما يسمون بالمطلوب التصوري مثل الحدود والتعريفات فإن الحدود والتعريفات ما يتوصل به إليه لا يسمى دليلا وإنما تصورا وذلك فإن المطلوب الخبري يشمل القطع والضني فكل ما يتوصل به إلى مطلوب خبري وهو قطعي سواء كان قطعي أو ظني فإنه يسمى دليلا نعم قال أحمد رضي الله عنه الدال الله عز وجل والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولي العلم هذه قواعد الإسلام نعم هذه الكلمة عن إمام أحمد نقالها عنه عبد الله ابنه فإنه ذكر هذه الأمور الأربع ثم قال قال الله عز وجل تبين الناس ما نزل إليهم هذه الجملة تدل على المعنى السابق نأخذها جملة جملة قول إمام أحمد الدال الله عز وجل هذا يدلنا على أن المرشد هو الله سبحانه وتعالى فإن الدال هو الله سبحانه وتعالى وقوله الدليل هو القرآن هذا ما به الإرشاد فإن القرآن هو الذي يرشد الناس فهو دليل وسبق معنا أن ما به الإرشاد يسمى دليلا فالقرآن هو الأصل وقوله أحمد والمبين هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأصل هو الكتاب والسنة مبين له وقوله المستدل أولو العلم لأن أهل العلم هم المرشدون الذاكرون للعلامة ولذلك يسمى أهل العلم يسمون دليلا باعتبار أنهم هم المرشدون الذاكرون له ليس الناصب الناصب هو الله عز وجل للدليل وأما المرشد فهو أولو العلم وذلك قال إمام أحمد والمستدل أولو العلم ثم قال هذه قواعد قواعد الإسلام يعني أن كل أحكام الدين تنبني على الدليل ولا يمكن أن يتحقق الدليل إلا بهذه الأمور الأربع بمعرفة مستنده وأصله ومعرفة صفة الاستدلال به على الصواب وقيل يزاد في الحد إلى العلم بالمطلوب نعم قال وقيل هذا ذهب إليه بعض أهل الكلام كأب الحسين البصري قال يزاد في الحد أي في التعريف السابق إلى العلم بالمطلوب أي بالمطلوب الخبري فحينئذ يقال في التعريف السابق مثل ما سبق يقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري بمطلوب خبري فيكون كذلك هو التعريف فتخرج الأمارة نعم تخرج الأمارة لأن الأمارة لا يتوصل بها إلى العلم بالمطلوب وإنما يتوصل بها إلى الظن بالمطلوب الخبري نعم وجزم به في الواضح طعب قال جزم به في الواضح يعني به ابن عقيل عندي مع كلام مصنف هنا أمرا الأمر الأول قول مصنف جزم به في الواضح فيه نظر فإن هذه المسألة موجودة في الواضح لابن عقيل وابن عقيل لم يجزم بهذا القول وإنما قال وقيل ثم ذكر هذا القول ولم أرى في الموضع الذي وقفت عليه جزماً من ابن عقيل بهذا الشيء هذا من جهة من جهة ثانية أن هذا القول في غاية البطلان في لسان العرب حتى قال يعني بعض الفقهاء منهم الجراعي إن هذا باطل في لسان العرب لا يمكن أن يجعل الدليل خاص بما يفيد القطل وذلك استبعد نسبته إلى ابن عقيل وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء نعم أي أن الأول يستخدمون المنفقه يستعملون الدليل لما يتوصل به إلى ظن أو قطع بخلاف الأصولين فإنهم يستعملونه إلى ما يدل إلى ما يتوصل به إلى المقطوع فقط طبعا قصد بالأصولين ليس علم أصول الثقه وإنما الأصولين المتعلمون الذين يقصدون به أهل الكلام فيقصد بالأصولين أهل الكلام ولا يقصد به علماء أصول الفقه لأن أصول الفقه هو الذي يبنى عليه الفقه فإذا فرق بين الأصولين والفقهاء في بعض المسائل فيقصدون بالأصولين علم الأصلين فهو علم الكلام وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر نعم قوله وقيل هذا تعريف المناطقة للدليل قوله قولان ليس المراد بالقولان أي الخلاف وإنما مراده بالقولين أي القضيتان إذا كان في المسألة قضيتان فصاعدا أي قضية ثالثة فأكثر يكون عنهما أي يكون عن هاتين القضيتين قول آخر أي قضية ثالثة مثال ذلك أعطيك مثال سهل جدا كلنا يعرفوه عندما نقول مثلا ألف يساوي باء وباء يساوي جيم وجيم يساوي دان هذه ثلاث قضايا وإن جعلتها قضيتان ألف يساوي باء وباء يساوي جيم تنتج عنها قضية ثالثة وهي أن ألف يساوي جيم هذه سمونها الدليل عند المناطقة المناطقة يجعلون هذه المقدمتان والنتيجة يرون أنها دليل قطعي ويرون أنه لا خلاف فيه وخاصة إذا كانت المقدمة الأولى بشروط ذكروها والثانية وهذا فيها كلام طويل جدا والشيخ تقي الدين له كلام في قضية هل هذا الدليل قطعي دلالة أم لا وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة نعم قوله يستلزم لنفسه فيكون التعريف كل قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا ثالثا لماذا؟ لأن ما لا يستلزم لنفسه فإنه يكون مفيدا الظنة لاحتمال طال وخارج عليه فتخرج الأمارة التي هي المضنونة نعم والنظر الفكر الذي يطلب به علم أو ظن نعم بدأ المصنف بالنظر وعرفنا لما أورده لأن الدليل يحتاج إلى نظر والنظر أول مسألة ذكرها المصنف هل ما هو تعريفه؟ فذكر أن النظر هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن طيب النظر عند العلماء نوعان نظر طلبي ونظر استدلالي فالنظر الطلبي عندهم هو النظر في المسألة لطلب حكمها وأما النظر الاستدلالي فهو النظر في الدليل فحينئذ ينظر في الدليل الذي يستلزم العلم بالمدلول به فالنظر إذن أشمل يشمل النظر في الحكم والنظر في الدليل عرف المصنف النظر بأنه الفكر الذي يطلب به علم أو ظن نبدأ أولا في قول المصنف الفكر هم يقولون أن الفكر هو انتقال النفس في المعاني بقصد فإذا كان الشخص يتعمد أن ينظر في المعاني فهذا الذي يسمى فكرا هذا عندهم قال الذي يطلب به علم أو ظن يدلنا على أن طلب أن الفكر يكون لغرضين إما لطلب العلم أو الظن أو لطلب غير العلم والظن فقد يفكر الشخص وينتقل تنتقل نفسه لغير طلب العلم والظن فحينئذ لا نسميه فكرا وإنما نسميه حديث نفس وهذا الذي جعله قال الفكر وهو انتقال النفس في المعاني قصدا إذا كان لأجل طلب العلم أو الظن سمي حينئذ النظر وإن كان الفكر وهو الانتقال للمعاني بقصد لغير غرض العلم والظن فإنه لا يسمى نظرا وإنما سمي حديث نفس على العموم هذا التعريف الذي أورده المصن هو التعريف الذي أورده أبوكر الباقلاني وقد حسنه الآمدي وأراد أن يجعل له قيودا تراجع في الإحكام للآمدي نعم والعلم يحد عند أصحابنا قال في العمدة والتمهيد بدأ يتكلم المصنف عن العلم وهو المعرفة فهنا العلم الذي يتكلم عنه المصنف هو يشمل المعرفة قال يحد عند أصحابنا أي يجعل له حد يمكن أن يحد به ويعرف وقوله عند أصحابنا أي عند كثير من أصحابنا وليس عند جميع أصحابنا كما سيأتي بعد قليل فإن من أصحاب الإمام أحمد من يرى أن العلم لا يمكن حده إذن فقوله عند أصحابنا أي عند كثير منهم ثم ذكر بعضا من أعلام أصحاب الإمام أحمد فقال قال في العدة ويعني به القاضي أبا يعلى وفي التمهيد ويعني به أبا الخطاب تلميذ أبي يعلى قال هو معرفة المعلوم معرفة المعلوم على ما هو به قوله معرفة المعلوم القاضي نفسه لما أورد هذا التعريف قال كلمة المعلوم لا حاجة لها لأنها لا يمكن أن تكون معرفة إلا للمعلوم والمعلوم معرفته مبنية على العلم فالأولى حذف كلمة المعلوم أوردت اعتراض القاضي لأنه نسب هذا القول للقاضي قال معرفة المعلوم على ما هو به على ما هو به لأن بعض الناس قد يعرف المعلوم على غير حقيقته لكن علمه لا يسمى علمه لا يسمى علما وإنما هو تصور جاهلا فالجاهل هو يظن أنه قد علم المعلوم لكنه علمه على غير حقيقته وذلك يقولون إن كلمة على ما هو به هذا من باب التأكيد على صفة المعرفة طبعا هذا التعريف اعترض عليه جماعة من أهل العلم الذين يرون أن العلم لا يحد ومنهم الشيخ تقيدين وقال إن عليه اعتراضات كثيرة جدا وقد أطال بن عقيل أيضا في الواضح في ذكر اعتراضات على هذا التعريف نعم قول المصنف والأصح هذا ليس تصحيحا مذهبيا وإنما الأصح هنا هي عبارة ابن الحاجب فإنه قد أتى بتعريف ابن الحاجب بنصه وأصل هذا التعريف هو لابن الآمدي ولكن ابن الحاجب زاد عليه ونقحه كما قالوا وهذا التعريف هو الذي يقصده أغلب فقهاء الحنابلة فإن بن مفلح لما ذكر تعريف ابن الحاجب قالوا وهو الذي أراده بعض أصحابنا وهو الأولى فرجح هذا التعريف بمفلح نعم قالوا والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض نعم قوله صفة يشمل جميع الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية قوله توجب تمييزا هذه تخرج جميع الصفات إلا الصفة التي توجب التمييز وما عدا ذلك فإنها تخرج عن ذلك قال لا يحتمل النقيض هذا يخرج الظن فإن الظن يحتمل النقيض ولو كان احتماله ضعيفا نعم نعم قال فيدخل إدراك الحواس نعم قال فيدخل إدراك الحواس أي فيدخل في العلم ما تدركه الحواس كالسمع والبصر نعم قال كالأشعري لأن الأشعري وهو أبو الحسن ومن تبعه من على مذهبه يرون أن إدراك الحواس داخل في الحد نعم وإلا زيد في الأمور المعنوية نعم قال وإلا أي وإن لم نرى أن إدراك الحواس داخل في العلم وهو الذي مال له ابن قاض الجبل فإنه يزاد في التعريف في الأمور المعنوية فيقال صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض في الأمور المعنوية لأن غير الأمور المعنوية تثبت بالحس فيكون التعريف هذا خاصا بالأمور المعنوية وأما الأمور الحسية والعلم يكون خاصا بالأمور المعنوية وكأن ابن قاض الجبل اليمين لهذا الشيء وبنقاض الجبل من المحققين الكبار من علماء المذهب وله كتاب في أصول الفقه ليس موجودا ولكن النقلات عنه كثيرة وهي نفيسة وأكثر من ينقل عنه المرداوي في الإنصاف والجراعي في شرحه نعم قال المصنف وقيل لا يحد والذين قالوا لا يحد من فقهاء الحنابلة جماعة منهم ابن عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية ومنهم أيضا ابن الحافظ في التذكرة فإن ابن الحافظ في التذكرة يميل إلى أن العلم لا يحد لأنه صعب جدا لأمور سيدكرها المصنف بعد قليل نعم قال أبو المعالي لعسره نعم هذا هو السبب الأول قيل إن السبب لعسره لأنه لا يمكن تعريف وحد العلم لأسباب كثيرة منها أن العلم لا يعرف إلا بالعلم لأنه أمر معنوي فلا يعرف إلا به ولأن العلم يصدق على القليل وعلى الكثير نعم قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال نعم قال لكن يميز أي يمكن تمييز العلم عن غيره مما يلتبس به كالأمور المحسوسة مثلا ببحث أي بقيود تخرج غيره أو تقسيم وسيرد المصنف بعد قليل تقسيما لمعرفة العلم ومثال فيقول مثال العلم كذا ومثال غيره كذا نعم وقال صاحب المحصول وهو الفخر الرازي لأنه ضروري نعم لأنه ضروري لأي أن العلم يطرأ على الإنسان من غير فعل منه فيكون يعني من غير فعل ولا نظر ولا اكتساب وذلك يرى أن العلم كله ضروري وسيأتي معنا تعريف الضروري بعد قليل قال من وجهين أي لأجل سببين يدلان على أنه علم ضروري العلم يرى الفخر الرازي أنه ضروري لسببين نعم أحدهما أن غير العلم لا يعلم أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم يعني يقول أنك لا يمكن أن تعرف العلم إلا بعلم فلزم الدور نعم فلو علم العلم بغيره كان دورا نعم والثاني أن كل أحد أن كل أحد يعلم وجود الضرورة قال الثاني أي سبب الثاني أن كل أحد يعلم وجوده هو ضرورة فدلل على أن جزءا من العلم ضروري هذا كلام الفخر الرازي طبعا كلام غير صحيح لأن بعض العلوم الضرورية بعض الناس لا يعرفها كالضرير مثلا فالضرير لا يعرف بعض العلوم الضرورية فدل ذلك على أن العلم ليس كله علم ضروري بل كثير من العلم كسب وإن كان قطعيا يقينيا ولذلك كلام صاحب المحصول ليس في محله وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا وفاقا نعم علم الله عز وجل القديم ليس بحادث ولذلك لم يخالف فيه إلى القدرية وقد قال السلف الكلمة الشهورة ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن جحدوا كفر لأن القدرية يرون أن الحوادث تحدث بدون علم الله عز وجل وأن علم الله عز وجل به طارئ وهذا كفر يا ذنب الله ولذلك جاء عند بداود أنه مجوس هذه الأمة لأن المجوس يرون أن العالم له إلهان إله ظلمة وإله نور وكذلك هم يرون أن هناك خالق خير وخالق شر ومراتب القدر أربع أولها العلم ولذلك العلم هو الذي يحاجج به ويناظر فبإجماع المسلمين أن علم الله عز وجل قديم معنى قديم أي أن الله عالم ما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف سيكون فالله يعلم كل شيء كائن قبل وجوده وقبل صيرورته وما لم يكن عالم لله عز وجل لو كان كيف سيكون فعلم الله عز وجل قديم بهذا المعنى واسع سبحانه وتعالى نعم وهذه من مسائل متعلقة بالإمام بالقضاء والقدر ولا يوصف سبحانه بأنه عارف نعم قال الشيخ ولا يوصف سبحانه بأنه عارف ما يقال إن الله عارف كذا قال ذكره بعضهم إجماعا الذي ذكره إجماعا هو القاضي أبو يعلى والعجيب أنه ناقض نفسه كما سأذكر بعد قريب فذكر القاضي أبو يعلى في بعض كتبه أنه لا يوصف الله سبحانه وتعالى بكونه عارفا ومشى على ذلك كثير من الفقهاء بناء على ذلك قالوا لأن المعرفة إنما تكون حادثة فلا يوصف بذلك القاضي نفسه خالف نفسه في كتابه المعتمد فنص على أنه يسمى الله عز وجل بكونه عارفا فقد ذكر أنه يجوز وصفه سبحانه بأنه عارف ويستدل على ذلك بما جاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعندما نقول إنه يوصف غير عندما نقول إنه يسمى فإن الأصل أنه لا يجوز استشقاق الأسماء من الصفات وعبرت الأصل لأن بعض من علماء السنة كبمند في كتاب التوحيد يتوسع فيشتق من الصفة اسماء فيقول مثلا على سمثال باب ما جاء أن الله من أسمائه الستار ثم يورد الحديث إن الله حي ستير فيرى الاشتقاق وهذا قول لبعض أهل المصواب أن الصفات لا يشتق منها أسماء ولو كانت صفاتا ذاتية له سبحانه وتعالى لكن قد يخبر عنهم باب الصفة وذلك قال مصنف ولا يوصف فمن باب أولى أنه لا يسمى هذا الحديث وجهه جمع من أهل العلم ومنهم المرداوي قال إن المعرفة يقصد بها العلم تارة وتارة يقصد بها العلم الطارئ والله عز وجل يوصف بالمعنى الأول وذلك يقول مرداوي مراد من أثبت صفة المعرفة له سبحانه أن المعرفة كالعلم فكما أنه جل وعلا يوصف بالعلم فإنه يوصف بالمعرفة وليس مراد من وصفه سبحانه وتعالى بالمعرفة أنها مستحدثة بعد أن لم تكن فإن هذا لم يقوله أحد من أهل السنة وإنما يقوله بعض أهل البدع كما سيأتي بعد قريب إذن الخلاف إنما هو بناء على دلالة معنى كلمة العارف نعم ووصفه الكرامية بذلك نعم وصفه الكرامية ووصفه كذلك بعض أهل البدع من الروافض وغيرهم بذلك لأنهم يرون عياذا بالله حلول الحوادث به سبحانه طبعا كلمة حلول الحوادث هذه لها معنيان تعرفون كلام الشيخ تقييدين في بيان تلبيس الجهمية في معنى ذلك نعم وعلم المخلوق محدث ضروري نعم علم المخلوق محدث لأنه مخلوق فإن الآدى المخلوق وكلام وعلمه كذلك محدث وليس كل محدث مخلوق انتبه ليس كل محدث مخلوق من قال إن كل محدث مخلوق خالف بعضا من أصول أهل السنة فإن الله عز وجل سمى كلامه محدثا وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث فالله عز وجل كلامه قديم الجنس محدث الأحد لكن علمه سبحانه وتعالى قديم سبحانه وتعالى نعم يقول وعلم المخلوق محدث ضروري ونظري أي أنه ينقسم إلى قسمين قسم ضروري وقسم نظري وقوله وفاقا أي باتفاق أهل العلم وأما علم الله عز وجل فلا يوصف بذلك فالضروري ما علم من غير نظر نعم يقول الشيخ الضروري الذي يسمى العلم الضروري يعني المتيقن هو ما علم من غير نظر بمعنى أنه يوجد في نفس العالم دون اختيار منه ولا قصد ولا بحث عن دليل فيقع في نفسه هذا العلم طبعا قوله ولا بحث عن دليل لا نلغيها لماذا؟ لأن العلم الضروري ينقسم إلى قسمين ضروري كسبي يكون بعد البحث في الأدلة مثل أن المخلوق يدل على الخالق والمصنوع يدل على الصانع وشيء من غير طلب هذا الذي يأتي من غير دليل لأن العلم الضروري ينقسم إلى قسمين قد يذكره المصنف قد لا يذكره نعم قال فالضروري ما علم من غير نظر أي من غير اختيار ولا قصد سواء كان بدليل أو بغيره لأن له قسمان أو لأن له قسمين نعم والمطلوب بخلافه ذكره في العدة والتمهيد نعم قال والمطلوب أي والعلم المطلوب وهو الذي ليس بالضروري فإنه لا يعني يعلم إلا بالنظر لا بد من النظر في الأدلة وهذا المعلوم المطلوب هو اللي يسمى العلم النظري نعم والذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا والثاني العلم طيب انتبهوا معي هذه المسألة شوي قد تكون تحتاج إلى انتباه ركزوا معي قليلا لأن كلام مصنف أيضا فيه عليه اعتراض يسير عندنا مصطلح يسمى الذكر الحكمي وعندنا مصطلح آخر اسمه ما عنه الذكر الحكمي عندنا الذكر الحكمي وعندنا ما عنه الذكر الحكمي نبدأ بالأول وهو الذكر الحكمي الذكر الحكمي ما هو قالوا هو الكلام الخبري سواء تلفظ به أو كان في الذهن محمد قائم هذا لفظ وكلام خبري تلفظ به الشخص قد يكون في ذهنك محمد قائم لكنك لم تتلفظ به كلا الأمرين يسمى ذكرى وذلك عبرنا بالذكر الحكم ولم نعبر بالكلام لأنه قد يكون في الذهن فسمي ذكرى طيب سميناه حكم حكمي لأنه ينتج حكما لأن هناك ذكر لا ينتج حكم محمد طيب محمد ما هو قائم نائم جالس حي ميت فلا بد أن تكون منتجة حكما إذن الذكر الحكمي هي الكلام الخبري الذي يفيد خبرا مفيدا سواء تلفظ به المتلفظ أو لم يتلفظ به وإنما كان في ذهنه هذا يسمى الذكر الحكمي ما عنه الذكر الحكمي هو الذي يقع في الذهن من المعنى من اللفظ عندما تقول محمد قائم تفهم أنه منتصب على قدميه عندما تسمع أو تتلفظ بأن محمدا ليس بقائم تفهم معنا معينا أنه ليس بهذه الهيئة قد يكون جالسا قد يكون راقدا قد يكون على هيئة أخرى إذن الأول يسمى الذكر الحكمي والذكر الحكمي سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم في المباحث اللغوية لأنه لا بد إما أن يكون مفردا أو مركبا وفيه إسناد وغير ذلك إسناد أحد المفرديتين الأخرى وسيتكلم الآن المصنف إلى آخر درسنا اليوم عن ما عنه الذكر الحكمي إذا سمعت جملة المعنى المستفاد منها ما هو وما عنه الذكر الحكمي قد يكون يقينا وهو العلم وقد يكون ظنا وقد يكون وهما وقد يكون شكا وقد يكون اعتقادا صحيحا أو فاسدا فهذا من باب التقسيم ألم نقول قبل قليل إن العلم يعرف بالتقسيم هذا هو التقسيم فالأشياء التي تنقدع في الذهن لا تخرج عن الأمور التي سيريدها المصنف إذن يهمني هنا أن تعرف الذكر الحكمي وما عنه الذكر الحكمي طيب يقول الشيخ إما أن يحتمل متعلقه النقيضة بوجه أولى قبل أن نتكلم عن شرح الكلام المصنف هنا عندما قال إما أن يحتمل متعلقه الضمير يعود إلى الذكر الحكمي فيه نظر وإنما العلماء يتكلمون عن ما عنه الذكر الحكمي فالواجب أن يقول مصنف وما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيضة بوجه أولى لأن نحن نتكلم الآن عن المفهوم من الذكر والنتيجة من الذكر لا نتكلم عن الذكر نفسه فالمفهوم عنه إما أن يكون يحتمل النقيض أو لا يحتمل النقيض إذن فالمصنف هنا إنما تكلم عن ما عنه الذكر الحكمي ولم يتكلم عن الذكر الحكمي نفسه طبعا هذه المصطلحات دلادتها واضحة في الذهن لكنها المصطلحات قد تكون دخلت من بعض يعني علم الكلام طيب قبل أن نأتي بكلام مصنف أريدك أن تجعل في ذهنك مشجرة مقسمة إلى ثلاث درجات لكي نفهم كلام مصنف القادم وهو سهل جدا المصنف قسم ما عنه الذكر الحكمي وهو الذي المعاني المنقدحة في الذهن وهو مفهوم الكلام الخبري مفهوم الكلام الخبري هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون غير محتمل للنقيض لا يحتمل للنقيض فلا يحتمل إلا معناً واحداً لا نقيض له فحينئذ يسمى هذا علماً لعدم وجود النقيض الحالة الثانية أن يكون محتملاً لوجود النقيض في احتمال أن يكون هناك نقيض فحينئذ نقول إن له حالتين طبعاً هذا كلام مصنف أنا أقسمه مرة أخرى وسيأتينا من كلام مصنف فإن كان المفهوم من الكلام الخبري يحتمل النقيض فإن له حالتين الحالة الأولى أن يكون محتمل النقيض عند غير الشخص الذاكر وأما الشخص الذاكر فعند نفسه لا يحتمل النقيض فهذا الذي يسمى الاعتقاد أن الشخص يعتقد كذا فإذا كان عند نفسه لا يحتمل النقيض وعند غيره يحتمل النقيض فهو الاعتقاد فإن كان اعتقاده صحيحاً سمي اعتقاداً صحيحاً وإن كان اعتقاده غير صحيحاً سمي اعتقاداً ثاسداً طيب الحالة الثانية حينما قلنا إنه إذا كان يحتمل النقيض نقول إذا كان يحتمل النقيض عند الذاكر وعند غيره فإن له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يكون المعنى الذي عند الذاكر هو الراجح فإنه في هذا الحال نسميه ظناً والحالة الثانية أن يكون المعنى الذي عند الذاكر هو المرجوح فحينئذ نسميه وهماً والحالة الثانية أن يكون المعنيان متساويين فنسميه شكاً إذا عرفت هذا التقسيم فقد عرفت ست مصطلحات أو سبعة عرفت مصطلح العلم لا يحتمل النقيض مصطلح الاعتقاد الصحيح وهو أن لا يحتمل النقيض عند نفسه أن يكون المعنى لا يحتمل نقيضاً للكلمة وهو الذكر الحكمي عند نفسه لكن يحتمل عند غيره خلاف ذلك ويسميه اعتقاداً صحيحاً فإن كان فاسداً سمنه اعتقاد فاسد فإن كان محتملاً معناً راجحاً عنده فهو ظن مرجوحاً هو وهم مساوياً هو شك هذه مصطلحات الأصوليين في هذا الباب مصطلح الفقه مختلف فإن الظن عندهم يشمل الظن وغلبتها ذكرت غير هذا الموضوع نعم طبعاً هذا من باب التعريف بالتقسيم عرف لك سبعة أمور أو ستة أمور بالتقسيم فضلا والأول إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره والثاني يعتقاد نعم والأول قال والثاني العلم معنى قوله والثاني العلم أي إذا كان لا يحتمل النقيض سمي علماً قال والأول أي إذا كان يحتمل متعلقه النقيض يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر نفسه لو قدره فقال فإن له حالتان إما أن يحتمل الذاكر عند الذاكر لو قدره أو لا الثاني إذا كان يحتمل النقيض عند غيره ولا يحتمله عنده فهو الاعتقاد قال فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا فهو فاسد والأول وهو إذا احتمل النقيض عند الذاكر وعند غيره له ثلاثة أحوال إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أولى فإن كان راجحا فهو الظن وإن كان مرجوحا فهو الوهم وإن كان مساوا فهو الشك ثم قال وقد علم بذلك حدودها أي سمت تحديدها عن طريق التقسيم لأن التحد كما ذكروا لم يقل أبو المعالي ومثله الغزالي في المنخول إن العلم إنما يعرف بالتقسيم وبالبحث نعم آخر مسألة والعقل بعض المعلوم الضرورية عند الجمهور نعم بدأ المصنف يتكلم عن العقل العقل هذا سبب ذكره هنا لأن العلم وما عنه الذكر الحكمي من المفهوم إنما يدرك بالعقل فناسب معرفة العقل وذكر العقل في كتب الأصول لا تعلق له بعلم الأصول مطلقا مطلقا نص على ذلك أبن عقيل فقال إنما ذكر من باب التبع فهو مبحث تبعي وليس مبحثا أصلي لما ذكر المصنف العقل قال هو بعض العلوم الضرورية بدأت كل المصنف عن حقيقة العقل ما هي وقد أورد المصنف أظن أربعة أقوال أو خمسة خمسة أقوال أورد المصنف خمسة أقوال والقول في حقيقة العقل تتجاوز الخمسة أقوال حتى نقل شمس الدين الزركشي في البحر المحيط عن ابن السمعاني أن الأقوال قد اختلفت في حقيقة العقل حتى وصلت إلى ألف قول ألف قول في حقيقة العقل وذلك الأقرب أن نقول إن العقل علمه عند ربنا جل وعلا وإنما لذكره أحمد وغيره أمور تكون صفة للعقل لا حقيقة للعقل العقل علمه عند الله عز وجل وذلك يقولون من الأشعار المشهورة يعني ذكروا أبياتا لأن العقل لا يمكن معرفة حقيقته ذكرها الشمس الزركشي في البحر يقول مما قيل يقول سل الناس يقول ومما قيل في ذلك يقول قيل سل الناس لديك أفاضلة عن العقل وانظر هل جواب يحصل لا يمكن أن تجد تعريفا للعقل وهذا يدلنا على مسألة قبل أن ننتقل أن أقرب شيء إليك وهي روحك وعقلك وعلمك الذي تعرف به الأشياء لا تستطيع أن تحده ولا تستطيع أن تعرفه حدا منضبطا فإذا جاءنا شخص وأراد أن يجعل لله عز وجل صفات وأن يجعل له أمورا بعقله فإنه حينئذ يكون قد ناقض نفسه وقد قال الشافع كلمة قال اعلم أن لعقلك حدا كما أن لبصرك حدا فأقرب شيء إليك وهو عقلك وروحك لا تستطيع أن تعرف حقيقته ويسألونك عن الروح قل الروح من أمن ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا العلم الذي في عقلك أكثر أو كثير من الأصول يرى أنه لا يمكن ضبطه ولا حده برسمه ولذلك إذا جاءتك النصوص فسلم نقول إن الله خاطبنا بلسان عربي مبين فالله عز وجل يريد هذه المعاني ولكن حقائقها ولكن كيفياتها نكيلها إليه سبحانه وتعالى نعم قال أحمد نعم قبلها بعض العلوم الضرورية قال والعقل بعض العلوم الضرورية عند الجمهور قوله بعض العلوم الضرورية أي أنه نوع من العلوم الضرورية وليس كل العلوم الضرورية معنى قوله بعض أي أنه نوع من لأن العلوم نوعان الضرورية نوع مكتسب ونوع غير مكتسب والعقل هو النوع غير المكتسب قوله عند الجمهور أي قال به جمهور المتكلمين لا جمهور العلماء وممن قال به من فقهائنا ابن مفلح وقال به أيضا ابن عقيل وجزم في الإنصاف به في الإنصاف جزم بهذا المعنى وهو أنه بعض العلوم الضرورية إذن قوله بعض العلم الضرورية معنى أن الضروري نوعان كسبي وغير كسبي الضروري غير الكسبي الذي لا يبدأ على نظر السدل هو الذي يكون العقل نعم قال أحمد العقل غريزة يعني غير مكتسبة قال أحمد إن العقل غريزة هذا الأثر أو قول لأحمد نقله عنه برهيب الحربي وأسند في كتب منها كتاب العقل لأبي الحسن التميني قول أحمد العقل غريزة فسروه تفسيرين التفسير الأول ما أورده المصنف عن القاضي أبي يعلى أنه قال إن المراد بأن العقل غريزة معناه أنه غير مكتسب فحينئذ معناه أنه بعض العلوم الضرورية أي أنه ضروري هذا أحد التفسيرات وهذا التفسير مقبول مشى عليه بعض علمائنا منهم الشيخ الإمام أبو محمد البربهاري في كتاب شرح السنة فقد نص على أن العقل غير مكتسب واستدل بكلام أحمد وأن أحمد قال إنه غريزة وإنما هو من فضل الله هذا المعنى الأول المعنى الثاني لكلام أحمد مختلف عن هذا فقد ذكر الإمام أحمد في توجيه كلام أحمد قال فقد ذكر الشيخ تقي الدين عفوا في توجيه كلام الإمام أحمد فقال إن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد بها نفس أن يعقل وأن يعي ويعلم فالأول هو قول جمع من أصحاب الإمام أحمد والسلف بأن العقل غريزة والثاني قول طوائف من أصحاب الإمام أحمد أن العقل ضرب من العلوم الضرورية قال وكلاهما صحيح أي وكل التعريف والمعنيين وكل المعنيين صحيح قال فإن العقل في القلب مثل البصر في العين إلى آخر كلامه ذكره في كتاب الاستقامة نعم قاله القاضي نعم ذكرت قبل قريب وقلت معنا وذهب بعض الناس إلى أنه اكتساب نعم هذا كلام الفلاسفة وهذا غير صحيح لأن أصلاً فلاسفة يرون أن العقل اكتساب والنبوة اكتساب وأن النبوة تكتسب بكثرة العقل كلام باطل طبعاً سيأتينا أنه هل هو مكتسب العقل نوعان منه ما هو مكتسب ومنه ما هو ليس بمكتسب فالذي ينمى بالتجارب يكون مكتسباً وأما الذي يوضع في العقل فيميز الجنون من التكليف فليس بمكتسب وإنما هو من الله عز وجل طيب وبعضهم أنه كل العلوم الضرورية نعم قوله وقال بعضهم إنه كل العلوم الضرورية قوله بعضهم هذا نسب لأب الحسن الأشعري لأن أب الحسن الأشعري قال إن العقل هو العلم والعلم هو الضروري فحينئذ قالوا إنه كل العلوم الضرورية وهذا الكلام غير صحيح مثل ما تقدم معنا أن الضرير يكون عالمًا ببعض الضرورية دون بعضها وهذا غير صحيح نعم وبعضهم أنه جوهر بسيط نعم قوله هو بعضهم المراد ببعضهم بعض الفلاسفة ممن نص على ذلك ممن طبع كتابه الكندي في كتاب رسالة في الحدود نص على أن العقل جوهر بسيط وقد أطال الشيخ تقي الدين في نحو ثالث صفحات في كتاب بغية المرتاد في إبطال هذا القول وأنه لا يعرف في الشرع ولا في اللغة صحة ذلك فلا يصح نسبة أن العقل جوهر بسيط وله كلام طويل جدا في بغية المرتاد وبعضهم أنه مادة وطبيعة نعم قوله وبعضهم أنه مادة وطبيعة ذكر أيضا أبو الخطاب وقال إنه يعود للأقوال السابقة نعم والعقل يختلف فيعقل بعض فعقل والعقل يختلف فيعقل فعقل فعقل بعض الناس أكثر من بعض قاله أصحاب أصحابنا نعم هذه المسألة وهي مسألة أخرى هل العقل يختلف بين الناس أم لا حينما قلنا إن العقل هبة من الله عز وجل وليس بمكتسب جزء منه ليس بمكتسب وإنما هو هبة من الله عز وجل هل يختلف الناس فيه أم لا ذكر الشيخ تقي الدين أن فيه روايتين عن أحمد وهاتان الروايتان محمولتان على اختلاف نوع العقل فإن هناك عقلا يتحد فيه الناس الذي يكون مميزا بين الجنون وغيره وهناك عقلا يختلف الناس به في الفهم وغيره وذلك قال الشيخ تقي الدين والذي عليه أهل السنة المجانبين لأهل الإرجى أن العقل يتفاوت ويتفاضل بين النس فبعض الناس أعقلوا من بعض وبعض الناس أكملوا من بعض عقلا وعد أن هذه المسألة من مسائل من مسائل الاعتقاد التي تبنى على مسائل التفارق في الصفات الآدميين التي يبنى عليها بعض الأحكام وفي أدلة تدل على ذلك من ذلك أنه جاء عند ابن بالدنيا في كتاب العقل وهو مطبوع وموجود أن معاوية رضي الله عنه ذكر في حديث مرفوع أن الناس يعملون بالخير على قدر عقولهم فدل على أن العقول تختلف وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية نعم قال وخالف ابن عقيل فقد نص ابن عقيل في الواضح على أن العقل لا يقبل الزيادة والنقصان وكذلك المعتزلة والأشعرية هذا الخلاف الذي أوردوه يعني جمع الطوفي بينه أي بين خلاف ابن عقيل وبين منصوص الإمام أحمد وغيره على أن العقل انقسم إلى قسمين طبيعي الذي يميز به ولا يتفاوت فيه العقلة الذي يميز به التكليف والثاني الكسب والتجريب وهو الذي يزيد وينقص نعم ومحله القلب عند عصر نعم بدأ يتكلم المصنف عن المسألة الأخيرة نخطب بها درسنا اليوم وهو محل العقل أين هو هذه المسألة فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف هل العقل محله في القلب أم أن محله في الدماغ القول الأول قال ومحله القلب هذا يسمى تقديم أي أن المصنف قدم أن محل العقل في القلب لماذا قدمه لظاهر القرآن في قول الله عز وجل ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها فجعل قلوب لا يفقهون بها فجعل لهم قلوب لا يفقهون والفق هو العقل فدل على أنهم لا يفقهون بها كذلك في قول الله عز وجل فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فدل في ذلك في ظاهر الآية على أن العقل إنما هو في القلب هذا هو الذي قدمه المصنف ولذلك قال عند أصحابنا أي عند كثير من أصحابنا ممن رجح هذا القول القاضي أبو يعلى وتلميذ أبو الخطاب وتلميذ ابن عقيل وأبن البنة وغيرهم نعم وحكي عن الأطباء حتى قال ابن العربي وغيره ابن الأعرابي ابن الأعرابي ابن الأعرابي هذا اللغوي فإن هناك أكثر من شخص يصدق عليه هذا الوصف منهم الراوي سنن بداود وهنا المقصود به صاحب اللغة نعم وغيره العقل القلب والقلب العقل نعم قوله وغيره أي أن هذا من كلام العرب المشهور أنهم يقولون إن العقل القلب وأن القلب هو العقل نعم وأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى هو في الدماغ نعم قال وأشهر الروايتين هذه الرواية الثانية التي لم تقدم لكنها مرجحة بكونها أشهر وكلمة أشهر أحيانا يريد بها فقهاء مذهب أمام أحمد كثرت الروايات عن أحمد وأحيانا يجعلونها مرادفة كما نص على ذلك بالحمدان مرادفة للأوضح والأنص فقد يستخدمون الأشهر وإن كان الأولى والأدق في التعبير لكن يستخدمونها أحيانا للأنص فيجعلونها مباب المرادف قال وأشهر الروايتين عن أحمد أنه في الدماغ ما معنى كونها الأشهر لأن ظاهر المنصوص عن أحمد أنها في الدماغ فإنه قد جاء في رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد أن رجلا سأل الإمام أحمد عن العقل أين منتهاه من البدن فقال الإمام أحمد العقل في الرأس أما سمعت إلى قولهم وافر الدماغ والعقل فهنا بمعنى أنص فهذه صريحة في أن العقل في الدماغ وهذه الرواية اختارها بعض أصحاب الإمام أحمد مثل الطوفي وكأن بن عادل في تفسيره ما لا إلى هذا طيب هناك قول وسط وهو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقل له تعلق بالقلب وبالدماغ معا فيكون متعلقا بهما معا فيكون متصلا بهما وقد أطال ابن القيم في الاستدلال على هذا الأمر فيكون جمعا بين الأمرين وأما الآيات التي سبق ذكرهما فلها توجيهات كثيرة وقد أطالوا في توجيهها هذه المسألة مع قولنا إنها لا فائدة لها إلا أن بعضا من الأصوليين وهو أبو الوليد الباجي قد ذكر لها ثمرة فقهية فقال إن من ثمرة ذلك أن من جنى على آخر جناية في رأسه فإنه تلزمه دية هذه الجناية الشجة سواء كانت موضيحة أو غيرها طيب فإن أدى ذلك إلى ذهاب عقله فهل تلزمه دية ذهاب العقل باعتبار أن الجناية جاءت على محل العقل أم لا ذكر أن في مذهب مالك قولين ولعل أبا الوليد الباجي بناها على هذه المسألة قد يكون أغلب أو أكثر الأصوليين يخالفونه في ذلك نكون بحمد الله أنهينا درس اليوم وإن كنا قد أطلنا قليلا وأقول لكم مرة أخرى إن الدرس الأول والثاني قد يكون فيه ما إشكال في بعض الحدود بعد ذلك يكون إن شاء الله التطبيق أسهل بعد الدرس الأول والثاني قبل أن أختم جاءني سؤال من أحد الإخوان يقول هل هذا الدرس وهو درس أصول الفقه يصلح للمبتدأ أم لا بد أن يكون المرء منتهيا أقول إن علم الأصول مهم وحضورك مثل هذه الدروس قد لا تفهم نصفه مثل ما قال الشافع أو ما نقل عن الشافع لو فهمت عشره لكذا وذلك الإنسان يجب أن يرقى بنفسه ولا أن ينزل العلم إليه هو الذي يسعى أن يأتي بالأعلى ويأخذ الأعلى والمختصر هذا سهل جدا والمصنف جعله للحفظ وللمبتدئين فكونك تعد نفسك مبتدئا ولا تفهم هذا الشيء يدل على أنك تحتاج إلى مزيد علم ومزيد سماع لمصطلحات معينة يستخدمها الأصوليون وغيرهم وفي ظن أن طريقة فقه الحنابلة من أسهل الطرق في أصول الفقه لأنهم يبتعدون تماما على المباحث الكلامية حتى أن بن حمدان مرة في أحد كتبه أظن في كتابه المقنع وغيره نقل ذلك الطوفي أبدل كلمة مكان كلمة فقال وأحكام الكلام عدلها إلى أحكام الدين في أصول الفقه فقال الطوفي في الصعقة الغضبية إن بن حمدان غيرها لأحد احتمالي طبعا الأسلوب يختلف لكن أعطيك المضمون كلام الطوفي الاحتمال الأول أن يكون غيرها لأن مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز تعلم علم الكلام وأن ذا بأولى لا يجوز الاستدلال به في علم أصول الفقه قال ويحتمل أنه فيها تصحيف النسخة لكن أرحمكم الله المعنى الأول وجيه وأنت إذا نظرت في كتب الحنابل في أصول الفقه تجدهم من أقل الناس ولا أقول إنهم عدوم لكن من أقل الناس استدلالا عن المسائل الأصولية بالمباحث الكلامية كما أن حشو أصول الفقه الذي لا تعلق له ولا ليست له ثمرة تجده عندهم أقل من غيرهم ويكفي ذلك أن تنظر في الكتاب المهم وهو كتاب أصول الفقه أو كتاب الأصول لبن مفلح فإنك ترى فيه أن جل المسائل في ثمرتها واضحة وبينة وعبارتها سهلة في الجملة نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أضع ما فيه أسئلة لأن الدرس لا يستحق أسئلتها اليوم ما جاء ولا سؤال طيب نقف هنا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر